قلهات، مدينة قلهات التاريخية، واحدة من أقدم المدن والموانئ العمانية، حيث تقع في موقع استراتيجي يطل على البحر، مما جعل ميناءها محط جذب للسفن القادمة من مختلف أنحاء العالم، وتعد المدينة نقطة تلاق للثقافات المختلفة ومحطة للتجارة البحرية، وكانت قلهات تجذب السفن من الهند واليمن ومناطق أخرى من العالم كما كانت مركزاً لتصدير الخيول العربية إلى الهند، وتشتهر المدينة بتاريخها العريق، وموقعها الاستراتيجي كميناء تجاري، وقد وصفها العديد من الرحالة والمستكشفين في مذكراتهم، ناهيك عن الشواهد التاريخية والنقوش والآثار البشرية، وتقع المدينة في شمال شرق عمان، على بعد عشرين كيلومتر الشمال صور، حيث تقع على جبل وتأخذ شكل المثلث وتحظى بموقع استراتيجي محمي بتضاريس طبيعية، وتحيط بها الجبال الشاهقة من الغرب، ويحدها البحر من الجهة الشمالية الشرقية والخور، ووادي حلم من الجهة الشمالية الغربية وضريح بيبي مريم، الذي يعد أحد أبرز المعالم الأثرية فيها، حيث يتميز بتصميمه الفريد، والقصص الغامضة التي تحيط به، حيث تحكى حوله العديد من القصص والأساطير، ووفقاً للقصة التقليدية، يعتقد أن الضريح بني عام 1211 قبل الميلاد، من قبل حاكم قلهات لزوجته تسبت المدينة عظمتها عبر ملايين السنين، وحظيت مدينة قلهات بزيارة عدد من الرحالة والمستكشفين، فقد زارها الرحالة ماركو بولو في القرن الثالث عشر الميلادي في أوجز دهارها، وأطلق عليها اسم قلاياتي تأثراً بلغته الإيطالية وذكر في أخبار رحلاته المدينة، ووصف ميناءها الكبير، الذي تؤمه بكثرة سفن التجارة القادمة من الهند، بسبب أهمية موقعه كميناء تجاري وسيط، لنقل مختلف البضائع والسلع إلى محافظات عمان أشار الرحالة العربي ابن بطوطة في كتابه تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، إلى زيارته بقلهات التي جاءت بعد زيارة ماركو بولو بخمسين عاماً، حيث أشاد بجمال المدينة وخاصة مسجدها الذي أقيم على الطراز الأسباني فيقول، يوجد في قلهات أسواق ممتازة، ومسجد جميل زين بالقرميد، يقع فوق رابية تطل على المدينة ومرفأها، أهلها أصحاب تجارة تعتمد كلياً على التعامل مع السفن التجارية